الناس ينجزوا وتائق مزورة من تارودانت ومن بيزا كارن ومن قلمين ويتفادون جماعة فاسك هذا دليل على أن هناك تدليس لهذه العقود هذه يعني هذة الاراضة اللي جاءهم كي يهددوه وكي يجونا ملتنين لا نعرفهم أجانب على القبيلة وجدبات الشيكير وغنوف البلاد ديال الناس بهتامة بالعزائز فيه العزو الناس اللي كبروا اليوم لاربع 26 يونيو مجموعة دي الأفراد ساكينة فاسك عن قبيلة إتحماد وقفوا أمام دائرة جماعة فاسك من أجل احتجاج بخصوص مشكل كبير يعانينا منه هو مافي العقار اللي كتستولي حسب أراءهم على الأراضي دياله قدموا مجموعة من تصريحات والإفادات بهذا الخصوص خليكم معنا نشوفوا أبرز ما جاء في تصريحات مالك من ملاك أراضي توفليت هذا الحوض ديال توفليت فحنا كان ندد وكان طلبه بالسلطات المحلية كلهم حسب موقعه التدخل لوقف زحف هؤلاء الأشخاص الذين يدعون ويقولون أن حوض توفليت حوض توفليت شيع حوض توفليت لدينا وتائق لأجدادنا مقسمة تقسيما عادلا بين جميع عائلات القبيلة وبالأراضي كانت تباع لنا بالتالي احنا كنت احضر بعض المشكل نطالب الآن السلطات القضائية والسلطات المرحلية بمنع جميع الأنشطة لأن لدينا 32 شخصا من أفاتهم طاروج يعني أن ندعو هاد النس هادوا ليهما خمسة ولا ستة الأفراد والمصر ديالهات الأرض هادين يد العذلة ولكن همارة يسيجون كيسيجوا وبالتالي كان طلبوا من السلطات المحلية أن تتدخل لنا توفليت ليست شيعا فهي مقسمة حسب الأغماس ولدينا وتائق تتبط ذلك بتقريبا ما يزيد على 200 سنة فهد توفليت هذه فيها 13 خمس في كل مكان الآن هما الحياة لكي يلتجوا لها وما أنهم كيجيوا كيتحقوا على واحد المكان وكيبدلوا له السمية وهناك عقود تنتقل متنقلة وسندلي بها إذا أرادت إذا إلك أن تنشي إرادة قوية سندلي بها لسلطات القضايا والسلطات المحلية وبالتالي فهد شيكتر وتجاوز الحد دياله كلهم دوي سوابق وبالتالي على المشاكل ديالأرض حنا كيب يعولينا لوحد نسكين معه كي يمشي ضحية كي نصدقوا حنا دخلين معه في المحاكيم وبالتالي تحمد وحاول توفليت ره من قديم زمن قرون متعددة توفليتها مقسومة وعندها القسمة ديالها بسم الله الرحمن الرحيم كفاعل جمعوي بمركز فسك أولا أحيي اليوم شباب وأفراد قبيلة تحمد على الخروج للتظاهر أمام الإدارة تنديدا للنهب التي تتعرض لهم أراضيهم أي توفليت تحمد المعروفة منذ القرون والمعروفة في المنطقة كما لا يفوتني مرة أخرى أننا دائما سندافع الأراضينا ومتالكتنا أمام الجميع يعني جميع الأناس أو جميع الأشخاص الذين يحاولون الاستلاء على أملاكنا بترقير قانون غير شرعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضية ديالة توفليت من زاقموز إلى توريرت قبيلة تحمد لا خمس ومقسمين أكثر من 800 عام بالأجدود بالقانون بالمسائل كيمات صلحوا كل واحد شبروا كان لعنده خمسة مترو كان ستة كان عشرة كان خمسة مقسمين لا خمس كل ليد عنده الخمسة من زاقموز إلى توريرت وجدبها تشيكيري وغنوا في البلد ديال الناس في هيتامة في العزيز في العزيز الناس اللي يكبروا وحيوانهم وميرهم وجودها باكا يديروا الخدام ديال الشيطة والسلام عليكم يا ديال حبيب كفهمتي أنا من مناصل هذه القبيلة من قبيلة أي تحمد والأراضي ديالنا معروفة في جميع المناطق ديال البلمين قبيلة أي تحمد وحوط وفليت ره من قديم زمن قرون متعددة توفليتها مقسومة وعندها القسمة ديالها ما يزيد على مئة سنة وعندها مناطق مسمية بالمعدل البور وكينة تانطبالت وكينتكشارين وكينمسيديرا وكينتسجي ولكن في الفوق كلها توفليت معروفة بتوفليت تانطبالت